اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامج كوتي سبوت لايت والذي نتحدث فيه عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث يواجه مرشحين الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل جملة من التحديات تلقي بضلالها على المستويين المحل الأمريكي والعالمي اذ شهدت ولاية الرئيس الحالي دونالد ترامب متغيرات كثيرة مست جوهر السياسة الخارجية الأمريكية فيما تمكن ترامب من فرض معادلة القضاء على معدلات البطالة لكن الظواهر الطبيعية فرضت نفسها على الساحة بقوة خصوصا ظهور فيروس كورونا الذي سبب شلل في حركة الاقتصاد العالمي وللحديث أكثر حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأيضا عن أزمة فيروس كورونا وتأثير على الاقتصاد العالمي ينضم إلينا من لندن دكتور ناصر قال أولا أستاذ الاقتصاد السياسي والطاقة من لندن أهلا ومرحبا بك دكتور ناصر أهلا لكم دكتور ناصر نبدأ الحديث بداية عن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالم هذا أمر غير مسبوق للاقتصاد العالمي هو العولمة يعني الحدود مفتوحة للسلع للخدمات المالية للتبادلات الثقافية لكل الأمور والتجارة منظمات التجارة العالمية إحصاءاتها هناك زيادة في السابق من 4 إلى 6% وبالتالي كانت كل الأمور طيبة المستفيد الأول بآخر 20 سنة برأيي كانت الصين بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000 وبالتالي كانت القاعدة الجوهرية أن كل الدول تأتي تحت هذه المظلة وبالتالي يكون التنافس هو جيد للجميع الآن جاءت جائحة الكورونا في غضام توتر صيني أمريكي تجاري وأقول صيني عالمي لكن الولايات المتحدة أخذت دفعة المواجهة مع الصين لكونها الخاسر الأكبر في الميزان التجاري الصين عندها 650 بليون دولار تتاجر مع الولايات المتحدة الولايات المتحدة 320 بليون وبالتالي هناك نصف لصالح الصين والولايات المتحدة لم تستطع أن تعمل التوازن في السابق الآن ضربت جائحة الكورونا والمفارقة جاءت من قلب الصين من ولاية وهان الصينية أو مدينة وهان وبالتالي وصلت إلى الآن ترزح الولايات المتحدة تحتها الهند البرازيل مجموعة السبعة نحن هنا في بريطانيا الأردن دول الخليج وكل الاقتصاد العالمي ستة أشهر من الإغلاق شبه الكامل فيما الصين تحتفل أمس بإعطاء ميداليات للأطباء الذين قاموا بالتغلب على المشكلة والآن الإصابات في الصين كل يوم ما بين 20 إلى 30 العصالة الرسمية وبالتالي يطرح السؤال الآن هل الصين هي تجربة ناجحة للخلاص من وباء الكورونا أم هي جاءت المشكلة منها وتترك العالم لكي يلسم جراحه وبالتالي هذا أمر لم أرى يعني مساهمات صينية كبيرة يعني ربما تكون مفتعلة كما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وباء الكورونا هو تهم الصين بأن كما يسميه الفيروس الصيني وليس كوفيد 19 هو لا يوجد نزاع لحد الآن بأن على الأقل أن يعني الفيروس أتى من الصين والصين قامت بإخفاء الأمور لمدة شهرين هذا أمر ثابت لم تسمح لمنظمة الصحة العالمية لوفدها للوصول إلى الصين إلا بعد أن انتشرت الفضيحة وعاقبت الطبيب الذي قام بإعطاء الخبر في الأول الصين وتوفي رحمه الله ثم زوجته الآن أعطت مولود يعني الصين قامت بمعاقبة يعني السوشال ميديا الصحفيين الأحرار والأطباء الذين قاموا بالقول أن المشكلة أكبر مما هي وبالتالي ثم قامت فيما بعد بإعطاء هدايا أقنعة أو كمامات أو غيرها وبالتالي هذا مشكور لكن هذا لا يخفي أن الصين بصراحة خزلت برأيه الرأي العام العالمي بهذا الإطار بالإخفاء شهرين ثم الوقوع تحت براسن اتهامات الرئيس ترامب يمكن جزء منها سياسي وجزء منها يدل على ربما تباين في قراءة الأجهزة الأمريكية ما بين الاستخبارية إلى الأجهزة الصحية نعم، طيب دكتور ناصر قبل الحديث عن انتخابات رئاسية والأمريكية وأيضاً عن العلاقات الصينية الأمريكية دعنا نتحدث عن جائحة الكورونا كما ذكرت قبل قليل هي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي لكن هل بالفعل برأيك دكتور ناصر حصل تغير وتحول جزري برأيك إلى عالم الرقمية يعني خصوصاً منذ بدء جائحة الكورونا أصبح التوجه نحو العمل وأيضاً التعريم عن بعد وبدأنا نفتقد الحضور إلى العمل التدريجية ما أثر طريقة التحول إلى عالم الأرقام أو عالم الرقمية من النواحي الإيجابية والسلبية؟ لا شك أن كان هناك تحول أقول محسوب وربما سريع في مثلاً الخدمات المالية أحد أفراد عائلتي يعمل في شركة هنا في الحي المال والأعمال في لندن وكانت يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع في البيت يقوم بالاتصالات بالعملاء وغيرهم ثم أذهب إلى المكتب وقسي على ذلك ربما ألاف خصوصاً في الاستثمارات وفي الأمور الملاحة وغيرها لكن جاءت الكورونا الآن وجاء التبشير بأن هذا الأمر مهم أولاً لا يصلح للصناعة هذا الأمر اثنين له ضرر كبير خصوصاً في المدارس الابتدائية لا يحدث التفاعل الشخصي ما بين الطلاب والأساتذة رقم ثلاثة ربما الذين عندهم ملكات شخصية أقل من غيرهم لا أقول بصراحة الطلاب من خلفيات سرية وطبقة وسطة يستطيعون التعلم إلى حد ما عبر العالم الافتراضي أكثر من الطبقات أو الطلاب من طبقات فقيرة أو أقل من متوسط الدخل إذن هو يعطي المساحة والذين عندهم سراء عندهم مساحة واسعة في بيوتهم في فيلالهم في قصورهم وبالتالي هم يتأثرون إلى حد ما أقل من غيرهم إذن له أضرار برأيي كثيرة لكن نعم هناك منافع كما قلت هي تسريع الانتقال لخدمات معينة للتخطيط للتعلم عن بعد لربما بعض أقسام الجامعات وغيرها لكن لا يصلح لي السنة الأولى في الجامعات لأنني عندي من زملائي في اليابان وهنا في بريطانيا يريدون التعامل المباشر خصوصا مع طلبات السنة الأولى يعني أنت لا تحب في بعض القطاعات بعض المهن طريقة تعليم عن بعد أو طريقة العمل عن بعد فتحتاج بعض المهن وأيضا المراحل الدراسية الحضور إلى المكاتب أو مراكز التعليم والخدمات الحكومية جزء منها هو نعم بيبرلاس يعني لم يعود يستخدم الورق جزء منها أونلاين وهناك تجارب ناجح لكن أقول هذا الأمر لم يصل لمرحلة أن يكون كل شيء أونلاين ومن البيوت لأن الآن هناك دفع في بريطانيا من الحكومة لموظفي الخدمة المدنية يعني موظفي الحكومة للتوجه إلى الوزارات لم تكن الاستجابة سوى 18% منذ شهرين والآن هناك دفع ربما للثواب والعقاب على الأقل لخدمات حيوية تستوجب الحضور إلى المكاتب طيب بمعنى ذكرنا يعني التحول إلى عالم الرقمية والتعليم والعمل عن بعد لكن في هناك الفعل شركات استفادت كثيرا من جائحة الكورونا مقابل شركات أخرى وقطاعات أخرى لم تستفد من الجائحة بل تعرضت لأخسائر كبيرة نتحدث عن شركة زوم هذه الشركة وهذا التطبيق الذي ارتفع سهم بأكثر من 40% منذ بدء جائحة الكورونا وهي شركة تعتمد على تقنية التواصل الجديدة يعني ما رأيك بتلك الشركات بالفعل التي حققت أرباحا كبيرة واستفادت كثيرا من هذه الجائحة؟ وبالطبع الحاجة أم الإختراع الآن كما قلت تسريع التحول إلى رقمي لبعض القطاعات ومنها شركات التقنية المعلوماتية التي بصراحة كان عندها سبق حتى قبيل جائحة الكورونا في وادي السيليكون هي تجتز باستثمارات ضخمة عندها جبال من الأموال خارج الولايات المتحدة يعني لا تدفع ضرائب كثيرة وبالتالي نعم هي نجحت في تيسير الأمور وفي ستارتابس التي الولايات المتحدة لها الصبع الكبير يعني شركة تبدأ بعشر أشخاص بعد سنتين تباع لشركة أكبر أو اتحاد بينهم أو اندماج وبالتالي تعلو الأسهم كثيرا ويستفيد المغامرون بهذا الأمر وهذا أمر جيد جدا لكن بنفس الوقت كما قلت الآن هناك مسؤولية اجتماعية أن هذه الشركات لا تدفع ضرائب كثيرا وبالتالي من يقوم بسد العجز في الخزائن العامة الآن عندي في بريطانيا عجز ربما أو بسبب الكورونا ربما 44 بليون جنيه يجب إما زيادة الضرائب أو أمور أخرى الاقتراض أكثر لسد هذه الفجوة طيب أنت ذكرت الآن الضرائب وهي في بريطانيا هناك ضغوطات طبعا على وزير الخزانة لتحصيل 44 بليون جنيه إضافية هذا يصيب توسط الدخل وأيضا الأفياء نجوم الفن والرياضة لكن ماذا عن شريحة المقيمين لغير المتوطنين يعني منهم الخليجيون العرب هل يتركون بريطانيا فيها إقامتهم استثماراتهم جامعاتهم أهل المدارس لدى أولادهم ما رأيك بهذا الموضوع الحديث عن الضغوطات بالنسبة للضرائب صحيح مهم وحساس هذا وأنا من اختلاطي بالبيئة لنقول التجارية والاستثمارية العربية على مدى سنوات أشعر أنهم مهتمون حصلت قوانين لأقول في الماضي كانوا لا يدفعون في الماضي بمعنى أن بريطانيا يسرت لهؤلاء الأسرية هم ليسوا عرب فقط ربما روس كذلك وصينيين وغيرهم أي أجنبيات إلى بريطانيا يضع 300 ألف جنيه وبالتالي يستطيع أن يستفيد لكن نحن نقول عن الشريحة الكبرى التي تستثمر داخل بريطانيا يعني يقول لهم هم مقيمين فعليا في بريطانيا لكن قانونيا غير مقيمين لا يريدون الجنسية لا يريدون الإقامة كل ستة أشهر كانوا يذهبون إلى جينيف أو إلى باريس يومين ثم يعودون إلى بريطانيا منذ ثلاث أعوام فرضت الحكومة على كل شخص وليس العائلات 100 ألف جنيه في السنة وقالت ادفع لي 100 ألف جنيه أو مرة واحدة بدأت في الأول ثم لا تدفع هذا هذا الأحدث قشعريرة لأنه بداية لإعطاء معلومات شخصية على فكرة الضريبة حول العالم وليست فقط في بريطانيا إذا أخذوا يعني على أعمالهم عبر العالم وليست في ضمن بريطانيا إذا أخذوا أو فرضت عليهم الإقامة في بريطانيا وبالتالي كان هناك تهديد بالانسحاب كما قلنا أبناءهم ممتلكاتهم هم منع مسجل عبر واجهات تجارية مقر وعقارج بريطانيا للاستفادة من الضرائب أو دفع مستوى قليل الآن ربما الحكومة تضرب بهذه الشريحة كما قلت وتقول أنهم يستفدون من الخدمات العامة وبالتالي يجب أن يدفعوا على الأقل مثلهم مثل نجوم السينما هنا أو نجوم الفن أو التلفزيون الذين لا يدفعون كثيرا وأعطي مثال بسيط هنا هناك فضيحة بأن بعض الناس يلجأون لسياسة ضريبية هي ليست غير قانونية إنما غير أخلاقية لنا يدفعون 28% على من يزيد لنقل تحصيله مدير بانك 100 ألف جنيه في السنة بدل أن يدفعوا 45% وهذا يعطي فكرة للمشاهدين عن البون الشاسع هنا 15-16% نعم طبعا دكتور ناصر نحن كنا نتحدث عن شركة زوم والتي استفادت من الجائحة ولاحظا جميع أسهم التكنولوجيا بالشكل العام في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى مستوى قياسي مرتفع الآن تتعرض إلى عمليات تصحيح هل بدأ بالفعل انفجار الفقاعة الذي كان بتوقعها المحللون يعني ما رأيك بتلك الأسهم التي ارتفعت إلى هذه المستويات هل بدأت انفجار الفقاعة؟ أنا نحن نتوقع هذا الأمر منذ فترة لأن الأسواق خصوصا الأسواق الأمريكية الآن هي زادت 20% عما كانت عليه العام الماضي وبالتالي جائحة الكورونا لم تؤثر عليها وهنا السؤال المشروع هل هذا نتيجة جهد اقتصادي طبيعي أم جهد استثماري لأن هناك كتل كارتلات يعني من بعض المستثمرين يركزون على شركات معينة وبالتالي نرى مثلا أسهم مثل شركة تيزلا يعني تنخفض وترتفع 20% في يوم وهذا الأمر يعني يخلط ما بين سروات الشخصية للمدراء التنفيذيين لهذه الشركات وضع الشركة غير وضع المدير التنفيذي أو وضع المستثمرين الكبار فيها هم قد ينسحبون بكلمة سر وبالتالي هي بقدر ما هي شاهقة وتجتزب الاستثمارات المربح لسنذيخ حتى السيادية وهذا أمر مشروع بقدر ما هي أحيانا تدخل باب المغامرة وإذا أصابها تصحيح قانوني أو ضربة في السوق جائحة الكورونا كما قلت لم تؤثر عليها وهذا كانت رابح للرئيس ترامب بأنه يقول أن الأسهم هي جيدة لكن الأسهم كما قلت هي أحد عناصر الاقتصاد في أمريكا زالت 20% في بريطانيا وأوروبا هي تراجعت ربما 20% وبالتالي ليس كل أوجه الاقتصاد العالمي تستفيد أنا لا أخفي أن الولايات المتحدة تجتزب استثمارات ضخمة وتستفيد من عملة الدولار المغطات وهي عملة 90% من السلع فيما اليورو الذي له ثقة لكنه لم ربما يصل إلى 10% من حجم الاستثمارات العالمية هل انتهى الارتفاع في الأسهم والتكنولوجيا؟ أنا لا أقول انتهى أقول هو يقوم بالتحرك لمجالات معينة بمعنى الآن عندي هل هناك توجه إلى شركات الطيران مثلا سيبدأ الآن؟ لا لا أقول الطيران لأن هناك هروب من شركات الطيران شركات الطاقة والنفط التجارية ولا أقول الحكومية الحكومية وضعها جيد ومثل أرامكو وأذنوك في الإمارات تستطيع تجاوز المشكلة الكورونا لأنها عندها نفس طويل وصندوق استثماري وتوفير هائل إنما الخطر على الشركات التجارية مثل بريتش بيتروليوم أو كونوكو في الولايات المتحدة تقلص عملياتها بشكل كبير وذخم ثلاثة شركات الخدمة التي تقوم بالتعامل معها التي تقوم مثلا بتوريد الأنابيب أو المضخات أو غيرها وهنا شركات حتى إن كانت هنا صغيرة في بريطانيا شركة اسمها يونايتد كوربوريشن لبعض الإطلاع على عملياتها تقوم بتزويد شركات خليجية بالمضخات والأنابيب وبالتالي إذا لم تقل عسرتها المملكة المتحدة هنا والخارج لم يقل عسرتها هذا يضرب في المدى المتوسط يعني لنقول عمل الشركات الحكومية إلى حد ما في المنطقة العربية هناك من يقول عن أسهم التكنولوجيا لأنه حديث الأسواق لأسهم التكنولوجيا ارتفعت بشكل كبير والآن تتعرض لعمليات جني أرباح أنه هي هذه المرحلة مرحلة التصحيح ومرحلة التقاط الأنفاس بداية من يتحدث من جهة أخرى أنه يبدأ الشراء في هذه الفترة الحالية ليكسب بعد ذلك أنت مع أي وجهة نظر؟ أنا أقول هناك توسع لأن هناك دخول منافسين وهذا أمر جيد خصوصاً للشركات كما قلنا زوم وغيرها وتيمز اللي عند ماكروسوفت والمنافسة جيدة هذا أول أمر اثنين بأن كما قلت القوانين تدخل بعض الشيء لأن مثلاً الولايات المتحدة تقوم بمحاربة شركة تيك توك مثلاً الصينية ودفعها لبيع عمليات لها أو غيرها تقوم بالرد إذن ليس الأمر فقط تجاري أو سعر سهم يؤثر به كذلك تشريعات حكومية أو منافسات معينة مثل شركة هواوي الصينية وبالتالي النزاعات في المحاكم هنا المحكمة العليا في بريطانيا منذ عدة أيام أعطت حكم ضد هواوي يخسرها ربما في العالم في عمليتها بالعالم ربما خمس بينس بكل مئة دولار هذا الرقم يعتبر زهيد لكن على مستوى العالم يعتبر كبير ويفتح الباب بأنه على خلفية نزاعات سرقة أو أخذ براءات الاختراع بأمور صغيرة يعني وهذا الأمر كما قلت القوانين والحكومات والتنافس قد يضرب بهذه الشركات وليس فقط المنافسة مع كون المنافسة حميدة لنا نحن كمستهلكين طيب تحدثت كلمة عن شركات الطيران يعني ماذا عن شركات الطيران التي خسرت من الجائحة لكن بدأ الفتح التدريجي للمطارات ما رأيك بتلك الشركات هناك من يحب توجه إلى تلك الشركات نحو الأسهم لكن أنت بشكل عام شركات الطيران ماذا عنها هناك كما شركات النفط هناك تجاري وهناك حكومي وبالتالي انضرب قطاع الطيران والسفر وهنا مفروض أن يكون عندنا أنا أحضر كل سنة في مركز إكسيل في شرق لندن المملوك لشركة معرض أبو ظبي معرض سنوي منذ 30 سنة معرض السياحة والسفر العالمي والشركات الخليجية والمملكة العربية السعودية ممثلة فيه زائد كذلك يعني فرع له أو نشاط مرتبط به في منطقة الخليج في دبي إذن السياحة والسفر ضربت شركات تجارية اثنين الشركات الحكومية لها دعم لنقول وهناك غض نظر برأيي لأن في الماضي كان يحدث مشكلة بأن التنافس الشركات الحكومية تأخذ من حصة الشركات التجارية لكن الآن الجائحة تضرب الكثير وبالتالي ستقف على رجليها الاتحاد والإمارات مثلا الشركة السعودية الخطوط السعودية كذلك عندها إذن الشركات التجارية تعاني بشكل كبير وحتى لوفة هنزا مدت يدها للحكومة الألمانية بريتش ايرويز للحكومة الألمانية والإسرانية إذن هذا الأمر برأيي في المدى سنة أو سنتين ربما ثلاث سنوات حتى لو فتحت الأسواق لن تستطيع التعويض إلا لمدة ثلاث سنوات إذن قطاع السياحة بعد أن كان ينمو أربع إلى خمسة بالبيئة في العام الآن مضروب ربما ثمانين بالمئة مضروب منه دكتور ناصر يعني بما أنك تحدثت عن شركات الطيرانية ولكن مرتبط النفط أيضا بشركات الطيرانية تأثر كثيرا بهذا القطاع لأنه لا يوجد طلب على النفط بسبب توقف حركة أو شلل حركة الطيران ماذا عن مستقبل الدول النصطية برأيك بعد الجائحة هل ستبقى على حالها وتعود إلى كما كانت قبل الفيروس أم المعادلة ستتغير برأيك دكتور ناصر باختصار هي ستتغير لللاعبين الصغار أو حتى الكبار الذين عندهم تكلفة لإنتاج البرميل العالية مثل النفط الصخري ربما أربعين دولار حتى لو استطاع المنافسة قفل لحقول معينة في شمال بريطانيا حقول سكوتلندا التي تنتج ما يوازي نفط وغاز ما يوازي مليون برميل يوميا النروج كذلك إذن حتى لو دعمتها الحكومة كانت تعطي مدخيل للحكومة ضرائب ربما أربع إلى خمسة بليون جنيه في العام الآن تريد المساعدة إذن انقلبت الصورة لكن البقاء للأقوى وبالتالي الشركات الكبرى أرامكو أدنك في الكويت تستطيع لا أقول يعني هي ربما تلجأ حتى للإقتراض لكن تستطيع تخفيض أولا المشاريع أن تضعها على الرف وبحكم أن الطلب العالمي سيتراجع عشرة إلى خمسة عشر مليون برميل وتراجع فعليا وبالتالي لكن ستزيد حركة الشحن في البحار وهذا يستهلك بشكل كبير وتوجه الرفق بالبيئة لقفل ربما إنتاج الفحم أو استهلاك الفحم لدول كبرى هذا يساعد النفط والغاز إذن أنا لست قلق على الدول العربية بهذا الأمر بالرغم أنها تتعرض لحملة كبيرة لأنها لاعب كبير وبالتالي اللاعبون الآخرون يريدونها أن تخسر جزء من حصاتها لمصلحتهم عطفا على روسيا طب بدأيك ما هي الأسعار العادلة الآن للنفط هل لديك فكرة؟ كان هناك نعم نحن الآن في 40 دولار هذا لا يناسب الشركات التجارية يناسب من ناحية استمرار العمل الشركات العربية الليبية السعودية الإماراتية لكن هو برأي للمدى المتوسط ربما بنهاية العام إذا فتحت أفاق الاقتصاد 60 إلى 70 دولار إذا باقي الدولار قويا إلى درجة ما هو يناسب جميع اللاعبين التجاريين والخدمات والشركات الحكومية مع لحظة أن اقتصاديات مثل إيران أو فينزولا تريد ربما 120 دولار وهذا الأمر ليس بالمتحصل أن يحصل إذن أرفق هذا الأمر العرض والطلب بسياسات حكيمة تقوم بها المملكة العربية السعودية بعدم السماح لللاعبين المغامرين بأن يقوموا بإغراق النفط لأنهم يخسرون أو بالضغط على المستهلكين في العالم بتقليص الإنتاج حتى ترتفع العسار بشكل كبير السياسة المتوازنة برأيي ضمن مجموعة العشرين وضمن أطر أخرى الاتفاق أوبيك بلاس هو أعطى المملكة العربية السعودية برأيي سمعة كبيرة لأنها تحرص على اقتصادها مع حرصها على الاقتصاد العالمي بشكل عملي طيب برأيك دكتور ناصر ما تأثير فوز ترامب على النفط وخصوصا من خلال إصدارات ممكن رئاسية تزيد من إنتاج المصانع مما يعني زيادة الاحتباس الحراري وخصوصا بعد خروج إدارة ترامب من اتفاقية البيئة لو بقي ترامب في السلطة أربع سنوات أخرى أتوقع أكثر اعتماد على النفط والغاز بغض النظر لأنه انسحب في اتفاقية باريس يعني المنافسة التجارية مع الصين وغير الصين مع الاتحاد الأوروبي بمعنى لأي مصدر يكون زهيد التكلفة ولزيادة حصة الولايات المتحدة في سوق التصدير مثلا العالمي هذا رقم واحد وبالتالي لا يسمح لأمور بيئية لأنه أكون صريح بعض الأمور البيئية عندها تكلفة عالية جدا ونحن نعلم من الدول تسوق للأمور البيئية التي هي جيدة من الناحية النظرية لكنها تكلف وبالتالي دول محددة في العالم السلسلس لا تستطيع ليست الدول عندها يعني دعم كافي لها إذن أقول بشكل عام ترامب إذا عاد سنشهد يعني عودة للنفط والغاز بشكل أكبر وهنا لا أخفي أن ترامب بالرغم من كل النقد الذي كانوا يعطيه لأوبك ويضغط عليها علنة حتى يعني تقوم بتراجع إنتاجها اضطر للمفاوضة بشكل مباشر مع المملكة العربية السعودية وأوبك عبر مدراء التنفيذيين أو الحوارات مع قيادات المملكة ودول أخرى لتوازن سوق النفط إذن حتى لو لم يكن موجود في المفاوضات من مصلحة قطاع النفط الأمريكي والطاقة أن يكون تفاهم في السوق الدولي لإحداث توازن طيب انتقالا إلى الذهب ماذا عن الذهب؟ هل سيبقى برأيك الذهب المناذ الآمن وقت الأزمات؟ هو على طول الذهب الآمن خلال الأزمات وشهدنا الآن ملامسته أو تجاوزه الألفين دولار للأنصة الواحدة للأوقية حتى الفضة زادت عن عشرين دولار للأوقية وبالتالي هذا الأمر يعطينا نقراقبه بشكل يومي لكن أسجل بعض الملاحظات هنا أن تراجع أولا القدرة الشرائية بسبب توقف الاقتصاديات قد ضرب بعض الشيء شراء الأفراد للمصوغات الزهبية خصوصا في أسواق خليجية وهندية وغيرها اتنين استخدام الزهب الصناعي في صناعة السيارات أو الكمبيوترات أو غيرها وبشكل شبه ثابت ثلاثة بالنسبة للبنوك المركزية وهنا أراقبه بشكل حسيس وسجل زيادة شراء عند البنك المركزي التركي الروسي والقاطري ودول أخرى ربما كازاخستان يعني فكرة الدول التي عندها مشاكل في عملتها الوطنية ضعف اقتصادي أو غيره تلجأ للذهب بشكل كبير ربما 25 طن عند التركي هذا لا ينقذ الليرة لكنه يعطي فكرة أنه ملاز آمن للدول وللأفراد مثلنا نحن كمستهلكين نعم طيب تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية في حال على الأسواق في حال فوز أحد المرشحين ترامب وبايدن ما تأثير هذه الانتخابات على الأسواق إذا أخذنا يعني الافتراض الأول أن ترامب من ولاية نيويورك وهو أرض الولاية وأسواق المؤشرات في الولاية كلها مرتفعة قاملنا 20% زائد مؤشر شيكاغو اذا كلها مرتفعة هذا ليفترض أنه كرت رابح له لكن بنفس الوقت هذا ليس كافي إذا ارتفعت نسبة البطالة فوق 10% ونحن نعلم قبل الجائحة كانت وصلت في الولايات المتحدة ربما البطالة 3.5 وهذا أمر ممتاز كان يفترض أن ينجح ترامب به إذن هناك أمور أخرى وهي سياسة ترامب يعني السيطرة أو فرض معادلة القضاء على البطال ما أهم يعني ملفات ترامب لكن الآن الواقع الاقتصادي يقول أن التعامل مع نتائج الكورونا وليس فقط لوم الصين على أحياتي إذن التعامل إذا كان التعامل ناجح والآن عندي بعض السياسات لأقول أختصر بأن سياسة دعم الحكومي في أمريكا يشبها بعض السرية حتى هنا في بريطانيا بمعنى قد تذهب لشركات لها علاقة بالحسب الجمهوري بطريقة غير مباشرة في بريطانيا طلعت اليوم أن ربما 60% من برنامج الدعم الحكومي ذهب لشركات في لندن والجنوب الشرقي يعني في الأمور التي هي تأخذ نصيب كثير من الاقتصاد على حساب مثلا أسكوتلندا أو شمال إنجلترا إذن هذا الأمر فيه سياسة وليس فقط فيه مساعدات بطريقة معينة يعني بالرغم أنه يفرض مشكلة على الخزانة بالأخير طيب دكتور ناصر هل هناك قلق من المستثمينين على الأسواق في حال فوز الدموقراطيين بمعنى سياسة ترامب تتوجه محوى دعم الأسواق أنا أقول هناك بعض القلق لأن الديموقراطيين بشكل عام حتى لو أبقوا السياسة العامة يعني فرض ضرائب أكثر ربما مستثمرين خارج وهذا لا يفيد نستفيد منه الأسواق لأن سياسة ترامب هو خفض الضرائب صحيح صحيح وزيادة حصة الولايات المتحدة في سوق التصدير العالمي يعني جلب تشغيل أكثر للقوى العاملة الأمريكية تصدير أكثر للمواد الزراعية ولا ننسى أنه في الاتفاق مع الصين الذي أبرم في أول هذا العام يفترض فيه عفوا زيادة واردات الصين من الزراع والأمور المحاصيل الأخرى الأمريكية إذن على حساب البرازيل مثلا إذن يفترض بإنعاش الاقتصاد الأمريكي لا يمشي الاقتصاد الأمريكي فقط على وادي السيليكون على أهميته قطاعات صناعية زراعية ولكنه يتمنز على كل الاقتصاديات الأخرى بأنه بيئة صالحة للابتكار والاستثمار وهذا ما يعني الحكومات تشتري سنرات خزانة ونحن كمستثمرين صغار أو كبار الدولار هو الملاز العملة الملاز في المدى أقول الطويل حتى ستتراجع برأيك لو فاز بايدن ستتراجع الأسواق تتراجع بلا شك نعم في بعض الشيء هو يرتبط بسياسته الخزائنية لكن أقول في أول سنة لنحصل تحديث تغيير كبير ستخف التركيز على قطاعات لمصلحة قطاعات أخرى وهذا أمر متصور لكن لن تحصر أمور خصوصا لأن الكونغرس هو يضرب أو يحد من سلطة الرئيس أياً كان وبالتالي أنا أنظر كذلك لانتخابات الكونغرس لأرى التوازن زائد شخصية الرئيس على أهميتها الآن بحكم أن ترامب كان فالتة شخص وبالتالي أي تغيير لبايدن أو غيره لأنه أكثر ربما لا أقول هدوءا لكنه ليس صاحب مبادرات لنقل صاروخية مقررة بترامب يعني نعم طيب ماذا عن الحروب التجارية الأمريكية الصينية هي في تصاعد حتى يعني يظهر أنه إدارة ترامب يستخدم هذه الورقة وأكثر تشدد في هذه الورقة في حملته الانتخابية ما رأيك بهذه العلاقة؟ أنا كل حكومة أو نظام يستخدمها لمنفعته للمقارنة صحيح أن ترامب يستخدمها لأن هناك انتخابات في الولايات المتحدة كل أربع سنوات وبالتالي كل رئيس يستخدم هذا الأمر العقام الاقتصادية السياسة الخارجية الآن ربما مع كوريا الشمالية مع إسرائيل والمنطقة العربية الآن لكن أقول كذلك النظام الصيني لا يوجد فيه انتخاب كل أربع سنوات وبالتالي استخدام السياسة الصينية هو ليس بالإعلانات هو بتشغيل المجتمع الصيني في عشرين سنة ودعم الدولة للشركات والقطاعات وبالتالي نحن نلمسوها الآن في بريطانيا مثلا هناك مئة ألف طالب صيني كلهم من خلفيات إما من حكومية إما من أهلهم بمعنى أن الاقتصاد العالم استفادت منه الصين لإسراء شعبها حتى لن تعلن ذلك وهذا يأتي من مستوى الدخل الفردي مستوى الاستهلاك للسلع الاستهلاكية العالية القيمة يعني الباخرة وبالتالي الصين هي مصنع ومستهلك بنفس الوقت عالي القيمة طب أمريكا هل تستطيع الانفصال عن الصين برأيك يعني كما هدد الرئيس ترامب بأنه سينفصل عن الصين ويتم كبح جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين هل يستطيع ذلك لو فاز ترامب لا نقول لو فاز ترامب لا يستطيع الانفصال نهائيا عن الصين أو الصين تنفصل عن وقت المتحدة فهو أمر خاطئ يعني لا أقول خاطئ أقول هو يرمي من هذه الإعلانات الجهورية أو الفاقعة لتقليص الميزان التجاري الماء اللي صالح الصين هذا رقم واحد اثنين اثنين تقليص الشركات الصينية أو دفع الشركات الأمريكية لعمل شركات مع شركات بديلة يعني تقليص بدل ما يكون الصين لها حصة في سوق التصدير العالمي ربما 30% أن تكون 15% وهذا الأمر برأيي في متناول يد بحكم أنه فشل لحد الآن في تقليص الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين بشكل كبير لكنه هز أعصاب صانع القرار الصيني وهذا أمر مهم في السياسة لكن لن يستطيع الانفصاد بشكل كامل لا أحد يريد هذا الأمر وعندي دليل بأن شركات صينية يسمح لها في الولايات المتحدة لكن تقليص كما قلت نشاطها شركة هواوي تحب رخص لها ليس من الولايات المتحدة من أستراليا بريطانيا ودفع أو تهديد الدول الصيني الكبرى إلى نوكيا أو شركات أخرى خصوصا في تجهيزات الجيل الخامس جي فايف أو فادي جين طيب نعم طيب مؤشر مؤشر خوف والهلع ما تأثير الانتخابات الأمريكية على هذا المؤشر نحن الآن عندنا خوف وهلع من الكورونا أكثر من الانتخابات الأمريكية برأيي وهذا يشمل الشعب الأمريكي كذلك يعني أول شيء نقلق به كل صباح كم عدد الإصابات موجود هنا في كل بلد وغيره كيف نتحرك ما هي القيود الجديدة للانتخابات الأمريكية هل فشل الرئيس الحالي دارت ترامب باحتواء فيروس كورونا برأيك أنا أقول فشل نعم بسبب إعلاناته لكن بالسياسة دائما تقسيط الفشل أو يعني على إدارات معينة والزكاء يكون بتبديل المسؤولين أحيانا وتغيير الخطة لأن الأمر كما قلنا في المجتمعات المتقدمة حصل أمر فاجأ الرئيس ترامب وفاجأ بوريس جونسون الذي وقع فريصة المرض وفاجأ قادة كاثرين وبالتالي لا نستطيع أن ترامب لا يعرف لكن أداء لكن كفة الاقتصاد صحيح لكن أقول الأسواق الأسهم ممتازة بالنسبة له الآن لكن الآن الاقتصاد الأمريكي مثل الاقتصاديات العالمية كلها تمشي بنفس القارب الكل ينزل أو الكل ينجو بنفس الوقت طيب يعني دكتور ناصر يعني تحدثنا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لكن ماذا عن البريكس وفيروس كورونا من جهة في بريطانيا لو تم خروج بريطانيا من دون اتفاق أود أن أخذ رأيك بهذا الموضوع طبعا سوف تتبع منظمة التجارة العالمية هل ممكن أن تخرج بريطانيا من دون اتفاق هناك ربما خطة حكومية لم تنجح بريطانيا في دفع الاتحاد الأوروبي إلى التراجع وبالتالي إنسيري للأفق في كل الملفات قد دفع رئيس الحكومة الآن للقول للاتحاد الأوروبي قد أطلع معنا شهر ونصف إذا لم نصل إلى اتفاق هذا اتفاق الساعة الأخيرة على فكرة مفروض أن يحصل الاتفاق كان في مايو ويعرض على البرلمانات إذا نحن متأخرون رقم واحد بريطانيا تلجأ لربما خارق القانون الدولي هذا أمر يضرب مصداقية بريطانيا الاستثمارية مع الاستثمار العربي أقول الذي يريد بريطانيا وهو يفضل بريطانيا على دول أخرى حتى أمريكا إلى حد ما من ناحية العائلات أو بنفس القدر على هذا الأمر إذن المغامرة بمصداقية بريطانيا هذا جاسم على صدر ربما النخبة الحكمة البريطانية نود أن نقول أنه سياسة تفاوضية لدفع الاتحاد إلى التراجح لكن لو حصل ستكون منظمة التجارة العالمية نحن في ربع الساعة الأخير يعني السلع البريطانية أو الأوروبية ستكون عليها عشرة بالمئة رسوم بالاتجاهين باختصار سيخفض سيخفض التبادل السلعي ستكون وضع تركيا أفضل من بريطانيا لأن تركيا مثلا لها اتفاق جمهري كما الاتحاد الأوروبي بريطانيا ليس لها لكن بريطانيا هي قوة جبارة من ناحية الاستثمارات والخدمات المالية وبالتالي قد يصيب الأسواق الأوروبية والبريطانيا والدولية هزة كبرى بهذا الإطار خصوصا إذا فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على التعاملات المالية في أسواقه هذا ما يقلقنا نحن كأفراد ثم المدخرين ثم المستثمرين الخارجيين في بريطانيا وهذا برأيي ما يدفع للقول أن سياسة الحكومة هي مغامرة للتفاوض وليس للخروج لضارب قيمة الجنيه لأن هناك نظرية تقول إذا خروج بدون اتفاق الجنيه سيصبح مساوي للدولار وهذا يضرب القوة الشرائية يضرب الصناعة البريطانية يضرب التي تستفيد منه السياحة البريطانية لكن الآن بجائحة الكورونا لم تستطيع الاستفادة منها إذن هل يمكن أن يقوم أي صنع قرار بإقفال كل مرافق الاقتصاد وبالتالي تقليص يعني حجم الاقتصاد كنا نتوقع 2 إلى 5% إلى 10 و15% مع أن الكورونا جاءت بتقليص 15 إلى 20% هذا أمر سيكون كارثي برأيي على بريطانيا أولا ثم على الارتحاد العروبي يعني بالفعل سوف ننتظر هل فعلا سيتم خروج بريطانيا بما يسمى البريكسد من دون اتفاق أو ما اتفاق وماذا تأثيرها سيكون على الباوند وأيضا نتترقب أسواق بشكل كبير الآن الانتخابات الرئاسية الأمريكية بايدن أم ترامب من سيفوز ومن سيكون الأوفر حظا دكتور ناصر قلاون استاذ الاقتصاد السياسي والطاقة من لندن شكرا جزيلا لك مشاهدين نكون بذلك قد وصلنا إلى ختم برنامج Equity Spotlight تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر